السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة زرية حلقة قمبلة بجد الحلقة دي يا جماعة عايزك تركز في كل حرف وكل كلمة وقبل أي حاجة بعد إذنك ادي اللايك التمام والحلو اللي زيك كده ولو بتشغطني على الفيسبوك شير للحلقة بقى وفولو للصفحة وزبطني كده زبط أخوك ماشي تسريب مكالمة مرتضى منصور وأحمد دياب زائد اتنين وتلاتين مش زائد تمنتاشر عمر الدردير يسخر من الأهلي كلاكت سبعمائة مرة أحمى عيد يهاجم مرتضى منصور ودي جديدة ورحيل طارق حامد لو أنت سمعت أو ما سمعتش تسريب مكالمة مرتضى منصور مع أحمد دياب هنقسم كل اتنين اللي سمع واللي ما سمعش اللي سمع أتمنى 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 نصيحة من أخوك ما تسمعهاش لأن هي صعبة جدا وهي الشتام اللي فيها مش زائد 18 لا زائد 21 32 32 76 يعني عد زي ما أنت عايز تعد ولو أنت شفتها فيعني أتمنى ما تسمعهاش لحد بجد والله يعني إيه يعني أجماعة الموضوع صعب الموضوع يعني مزري السيد رئيس نادي الزمالك أحد قطباي الكرة المصرية والسيد رئيس رطة الأندية اللي اتنين مكالمة منتشر عن نت جدا وحاجة صعبة جدا جدا في أول واحدة لو أنت بتسمع يعني غصب عنك هتتحك بس لما طبعت تفكر هتحزن ما بهرجش يعني لسه هتحزن لأن المستوى وصل للدرجات دي شتام صعبة جدا وأنا مش عارف الموضوع في القصد يارس على إيه وده يشتمه ويقول له هحبسك وده يقول له هسجينك وده يقول له هحبسك وده يقول له هسجينك وقصة وتربطي وروح وإيه حاجات كده إيه قنبلة وأنا مش عارف المكالمة دي تسربت إزاي ولا عارف إزاي اتنين يعني يعني مسكين مناصب كبيرة انت راجل ماسك رئاسة نادي من أكبر أنديات أفريقيا وراجل التاني ماسك ربطة الأندية المصرية فإن الألفاظ دي تطلع بالصورة دي في حاجة غلط الموضوع عشي عدي مرور الكرام ده موضوع صعب جدا 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 وشتايم صعبة ومش عارف اللي يحصل بعد كده إيه يعني هل ده هيأثر على الزمالك مثلا في الدوري في مطشاطف ومؤجلات أنا مش عارف هتتم إزاي الموضوع خليني مش عارف أفكر الناس اللي سمعت المكالمة كلهم مش عافين يفكروا رايحين على فين دوري بقى أو زمالك وأهلي رايحين على يعني رايحين على وير فاهم ربك يسطر إن شاء الله عمر الدردير يصخر من النادي لأهلي تاني وطالع بيقول نكتة بيقول لك مرة واحد جاب هند فري جديدة حطها في وداده والله نكتة سعيلة يعني بيرخم على الجمهور الأهلي وبتاع اللي هو يعني اللي هو النادي الوداد وبتاع بيقول لك مرة واحد جاب هند فري جديدة مش عارف حطها في وداده أو كان بيسمع فيها في وداده وحاجة كده اللي هو جاية من الوداد يعني فا ما والله نكتة ملاش لازمة يعني ما معرفش يعني أنا مش عارف الاخيامة دي احنا لبنا خليل كوميدي كده فا حاجة غريبة ومازالي أصخر برضو مش هيبطر على فك مش هيبطر اللي فيه ده ما بيسيبوش أحمد عيد يواجب مرتضى منصور ظهر أحمد عيد وهو يرفض رفض قاطع آآ ما فعله رئيس نال الزمالك رسول مرتضى منصور بعد ما علق يفطأ مكتوب عليها مجمعة والدتات حسن مصطفى وقال ان ده يعني هو يرفض رفض قاطع ان يتم اهانة حسن مصطفى لشخصه قال هو آآ همش الزمالك ولزق على العلم بتاع الزمالك او شعار نادي الزمالك سوق يعني حاجة سودة وخفاية يعني ساعة تدورة كرة اليد تقريبا كتير يد ولا ايه تقريبا احد بطولة احد بطولة ألعاب الصلاة يعني وقال لك ولكن ما ينفعش احنا قابل الاساءة بالاساءة دي وان احنا نهين الرجل في شخصه وان ده مرفوض رفض قاطع وان ما ينفعش رئيس الزمالك ونادي بحجم الزمالك وقدرة الزمالك يعملوا حاجة زي كده ابدا 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 رحيل طارق حامد يعني طارق حامد كثرت الاقاويل والاخبار عن رحيله عن نادي الزمالك والراجل بعد ما طلع مع هاني حتحوت كان منفعل امفعال شديد ويقول ان هو مظلوم الفترة دي وان هو الناس عمالها تصفروا اماكن مختلفة اللي يقول لك اسبانيا واللي يقول لك المانيا ومش عارف ايه والراجل طلع في الاخر قال لي يا جماعة انا كنت في اسبانيا قالوا لي لأ المانيا احسن رحت المانيا او العكس يعني ولازم عشان налعب بقى خفف بالنسبة اتنية في المية وسليم بالنسبة اتنية في المية مش هلعب انا مصاب ولا هتحمل على نفسي والراجل برضو تكلم وقال لك ان انا مجددتش عقدي مع الزمالك وان عقدي مع الزمالك ينتهي في يوم تلاتين ستة باذن الله مش تلاتين اغسطس وان حق لي بعدها ان انا يا ام اتعقد يا ام ام امشي وكمان الراجل يعني جاي له عروض كتيرة وغالبها معظمة خارجية ولكن مهيب عبدالهادي الاعلامي طلع وكتب وقال ان هو مش بيحب يقول اللي ضار بينه وبين اللعيبة ولكن بيقول ان طارق حامد يعتبر ابلغه او احد المصادر المقربة منه ان هو خلاص مضى لاتحاد جدة سنتين كمان مش سنة واحدة وانه مستني اه عقده مع الزمالك يخلص ان يروح مع اتحاد جدة والتحك بيهم قبل بداية الموسم الجديد وانه خلاص كده هو رحل رسميا بصورة شبه نهائية الكلام ده برواية مهيب عبدالهادي وعلى اللسانه الحاجة الاخيرة اللي عايزة اقولها لك ميدو يعني ظهر برضو مع عمر قديب وكان بيتكلم على لعبة الكورة المصريين وقال ان محدش يختلف على اه موهبة ابوتريكا اه ولكن هو شايف ان ابوتريكا مش من افضل خمس لعيبة في تاريخ مصر قال لك حسام حسن هو افضل لعب في تاريخ مصر وحسام حسن لو كان ركز كان زمانه بلعب في ريان مدريد نظرا لمواهبته الفزة وعبقريته وتحركاته ويقع دي مدح فيه كتير ما عنديش اي خلاف مع ميدو في ان حسام حسن من افضل المواهب اللي عدت على مصر ومن افضل المهاجمين في افريقيا اه ومش عايزة اقول ان انا يعني مش عايزة اقول ان انا الناس ممكن شوفني مبالغ بس انا بحب حسام حسن جدا بس انا شايفه من افضل مهاجمين العالم ما قلتش افضل بقول من افضل مش افضل واحد من افضل مهاجمين العالم كان في الصندوق ملوش حل اه من افضل مهاجمين العالم كتفيك التاريخ يعني. لكن النميدو يقول ان ابو تريكا مش من افضل خمس لعيبة في مصر دي صعبة شوية. وراح ترى قال لك ايه ما هو مش بالعافية يا جماعة. ما هو مش بالعافية. بص يعني هو كل واحد اللي هو وجهة نظر. طبيعي لازم نحترمها. ولكن مش بالطريقة دي ما هو مش بالعافية يعني ابو تريكا من احسن خمس لعيبة. لا طبعا مش من احسن خمس لعيبة ومش عارف ايه بتاقي. اه كابتن ميدو. ميلي انت هتتكلم بطلات فهو من من اكتر الناس اللي خدوا بطلات. مش اكتر واحد بس من اكتر الناس. هتتكلم مهارة من احرف الناس. هتتكلم اه اه اللي هو لعب مفيد او لعب اه مفيد لفريقه بيشارك في الانصارات وبيبقى عنصر فعال من افضل الناس. فافريقيا من افضل الناس. فازاي غير ازاي مش بالعافية. لأ ابو تريكا اكيد من افضل خمس لعيبة في تاريخ مصري يعني. دي من وجهة نظري. من وجهة نظرك براحتك. وجهة نظرك نحترامها. ولكن برجع نفسك شوية كابتن ميدو. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف من قناة صاحب الكورة. شافكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.